هو كان ازاي ازواج النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيلبسوا الحجاب في ايام النبي في ايام النبي وقبل ايام النبي كان بيلبسوا الحجاب وكان التعري او يعني المرأة تمشي من غير حجاب له دلالات واشارات اخرى قد يكون مثلا تخلع الحجاب في حالة الحزن الشديد على انه حد تقتلها قتل ابنها او زوجها او اخوها او ابوها فتيجي خلع الحجاب كأنها بتعترض على المجتمع وعلى القبيلة وعلى الناس او كذا الى اخره بهذا لكن الحجاب كحجاب زي ما هو موجود دلوقتي من غطاء الرأس وستر البدن ولا يبدو منها الا هذا وهذا اللي هو الوجه والكفين ده كان معروف من في ايام النبوة الاولى وقبل النبوة كبان فلما جيه الاسلام ابقى عليه وجعله نوعا من انواع المساعدة على العفاف اللي طلبوا مننا طلب مننا غض البصر طلب مننا انه حرمة الزنا طلب مننا الزواج البعد عن الفحش البعد عن الاشياء اللي تجعل الانسان خارج عن طاق العفاف فده هو الامر العام اللي بيساعده حاجة زي فرض الحجاب ترجمة نانسي قنقر